سلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وسعادة النهاردة ان شاء الله نصور مع بعض حلقة جديدة في كورس بانك الدم هنتكلم النهاردة عن جميل لاسم تاني حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا هنتكلم عن اساس التحليل وازاي بنشتغله وفي نهاية الحلقة هنعمل مهمة جدا للنتيجة اللي هتطلع معنا تركز معي وحضر قلمك وكشكولك ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة بس قبل اي حاجة لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد معكم كابتن اناليسز يلا بينا ندخل في حلقة النهاردة الكمبيس تيست عندي منه نوعين دايريكت وإن دايريكت حلقة النهاردة هنتكلم فيه عن الدايريكت كومبيس تيست ليه اسم تاني وهو الدايريكت انتي جلوبيلين تيست الفكرة بكل بساطة بتاعت التحليل داوت ان في بعض الامراض الاربسيز بتكون كوتيد متغلفة بانتي بادي من النوع اي جي جي او بيكون عليها كومبليمينت سري ونتيجة لوجود الانتي بادي او الكومبليمينت داوت هيعمل ليه تكسير هوموليتك وبالتالي هعمل الدايريكت كومبيس تيست في الحالات دي الهوموليتك ترانسفيوجين راكشن الهوموليتك ديزيز اوفنيوفرن اتش دي اين الدراك انديوز انتي بادي والزئبة الحمرة سنة 1964 في عالم اسمه كومبوس هو اصحابه قعدوا واكتشفوا ان انا ممكن استخدم الانتي جلوبيلين في الكاشفة عن الاربسيز اللي بتكون كوتب بالانتي بادي ووظيفة الانتي جلوبيلون دوت ان بيساعد على تراصل الاربسيز جنب بعضها طب يلا بينا نشوف هنعمل التحليل ده ازاي تعال اشرح لك الطريقة بكل بساطة هتجيب المريض اللي عاوز تعمله الدايريكت كومبيس تيست وهتسحب منه عين الدم وتحطها على انتيكواجيلانت ادتا جميل وتعمل ميكس كويس طب بعد كده هتيجي واخد العينة اللي سحبتها واعمل لها سنترفيوش وتتخلص من البلازمة هنا هيتفضل عندك الكرات اللي هي الاربسيز هتاخد منها تلاتة ضرب اللي هما ما يعادل مية وخمسين مايكور وتحطوهم في انبوبة فاضية وبعد كده تيجي جايب نورمال سالين وتيجي واخد واحد ميلي من النورمال سالين حطو على الاربسيز وتعمل ميكس كويس وبعد كده تعمل سنترفيوش وبعد كده تتخلص من النورمال سالين وتحط نورمال سالين جديد وتكررت خطوة دي من ثلاث لخمس مرات كنا شرحناها بالتفصيل في الار اتش وفي عندنا البلات جروب فاخر مرة هتيجي متخلص من السوبر نيتون اللي هو النورمال سالين هيتفضل عندك في الاخر ايه الورج ده اربسيز هتاخد منها خمسين مايكون وتحطها في انبوبة تانية وتحط عليها من اثنين لتلاتة ضرب من الاه اتش جين جميل اللي هو الانتي هيومان جلوبيل وبعد كده تعمل سنترفيوش خمسة عشر سانية في تلات تلاف دورة وبعد كده لو ظهر اجلوتنيشن تبقى بوزاتف ولو ما ظهرش تبقى نيجاتف طب وبعد كده تعال اعملك انتربريوتيشن مهم جدا للنتيجة اللي هتطلع معاك بص في السورة اللي قدامك دي كويس قالك الهيموليوتيك انيميا لو واحد عنده انيميا تكسيرية هتعمله الكومبستيست لو طلع نيجاتف يبقى انت عندك ايه بقى يبقى انت عندك اربسيز انترنسيك ديفيكت طيب ولو طلع بوزة طب يبقى انت عندك اميون هيموليوتيك انيميا جميل ورح مفصصها لك تحت كده قالك يا هيموليوتيك انيميا ديزيز للنيوبر جميل يا اما اوتو اميون هيموليوتيك انيميا حلو الكلام يا اما قالك ايه بلاد ترانسبيوشن دي كانت حلقته النهاردة في الدايرت كومبستيست اتمنى الحلقة تكون مفيدة والحلقة الجاية ان شاء الله هنشوح كان معاكو ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك الفيديو وشيقول للقناة اشوفكو على خير في حلقة جديدة